ما هو مسلس برمودا؟ الغاز لم تحل المسلس الشيطان استمرت الغاز مسلس برمودا في جذب الانتباه حول العالم عدة كرون مع اختفاء نحو سبعين سفينة وطائرة على ما يبدو عند التحليق فوق ما يسمى بمسلس الشيطان بين فلوريدا وبورتريكو وبرمودا يعرف مسلس برمودا بأنه منطقة من شمال المحيط الأطلسي تصل مساحة إلى خمس ملايين ومئة ألف ميل مربع ولا تظهر على خرائط العالم وهي عموما امتداد غير معروف للمحيط وشهد مسلس برمودا الذي أطلق عليه أيضا اسم مسلس الشيطان اختفاء ما يصل من سبعين سفينة وعشرين طائرة تماما عن الأنظار والعدد الدقيق للسفن التي اختفت في مسلس برمودا غير معروف ولكن لم يعثر على حطام العديد من السفن والطائرات على الرغم من الإبلاغ عن فقدانها وتعود تقارير الأحداث غير المفسرة في مسلس برمودا إلى منتصف القرن التاسع عشر أما في الوقت الحاضر تعد المنطقة واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم